اشتركوا في القناة اختار شهر رمضان واختار ليلة القدر من اجل ان ينزل القرآن الكريم ويجعله شهر الهداية وشهر النور فاذا علينا بالمعرفة اول الدين معرفة الله اول الدين معرفة الرسول اول الدين علينا ان نعرف اهل البيت علينا ان نعرف القرآن وكذلك ايضا علينا ان نعرف شهر رمضان ومن هنا الرسول الاعظم صلى الله عليه وآله وسلم علم الامة الاسلامية كيف تستقبل شهر رمضان من خلال المعرفة الخطوة المعرفية فكانت الخطبة المحمدية الشريفة حيث انه كما روى اهل البيت عليهم الصلاة والسلام كما روى الينا الامام الرضا عليه السلام عن اجداده الطيبين الطاهرين في هذه السلسلة الذهبية الى النبي الاعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم قال خطب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في استقبال شهر رمضان فقال ايها الناس انه قد اقبل اليكم شهر الله بماذا اقبل بالبركة اولا شهر الله يعني الله عز وجل وصفه بانه هذا شهري شهر رمضان شهر الله عز وجل فاذا يكفي هذه التسمية وهذه الصفة لنعرف باننا نستقبل اعظم الشهور افضل الشهور لانه هو شهر الله ويكفيه فخرا ويكفيه منزلة ورفعة بانه هو شهر الله عز وجل شهر شعبان شهر محمد صلى الله عليه وآله وسلم رحم الله من عانني على شهري شهر رجب هو شهر اهل البيت هو شهر علي عليه السلام ولكن شهر رمضان هو شهر الله فاذا نحن نستقبل من وصفه الله عز وجل على لسان نبيه بانه هو شهر الله فاقبل الينا بماذا لاحظوا هذه البركات وهذه الفيوضات الربانية في هذا الشهر الشريف والمباركة اقبل الينا بالبركة والرحمة والمغفرة ايها الناس قد اقبل اليكم شهر الله بالبركة بركات ورحمة ومغفرة ثلاث فيوضات الهية وربانية عظيمة هدايا الهية نعم او هذه الصفرة المائدة الربانية بركة ورحمة ومغفرة شهر هو عند الله افضل الشهور الله عز وجل جعل في السنة 12 شهرا ان عدة الشهور عند الله عز وجل 12 شهرا وافضل هذه الشهور هو شهر رمضان عند الله افضل الشهور وايامه افضل الايام ولياليه افضل الليالي وساعاته افضل الساعات حتى بالساعات علينا ان نحسب ساعات في شهر رمضان لا نحسب الأيام إنما علينا أن نحسب ساعة بساعة لأنه كل ساعة بل كل دقيقة في شهر رمضان يمكن أن تنطلق فيها نحو البركات الإلهية نحو الفيوضات الربانية نحو المغفرة نحو الأجر والثواب كل دقيقة يمكن أن تقرأ فيها آية ومن قرأ في شهر رمضان آية كمن ختم القرآن في غيره من الشهر كل آية تعادل ثوابا أنه ختم القرآن فساعات وأفضل الساعات هو شهر دعيتم فيه إلى ضيافة الله ما أعظم هذا الوصف أنه في هذا الشهر نحن في ضيافة خاصة نحن طبعا نعيش في نعم الله ونعيش في نعم الله التي لا تعد ولا تحصى ولكن في هذا الشهر هناك نحمة خاصة هناك فيوضات خاصة بركات خاصة ففي هذا الشهر نحن مدعوون إلى ضيافة الله عز وجل فإذن شهر رمضان شهر الله أفضل الشهور هذا الشهر هو شهر البركة والمغفرة والرحمة هنا لابد لنا أن نقرأ هذه الخطبة المحمدية الشريفة لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو أفضل من يعرف لنا شهر رمضان لأنه هو أفضل من أدرك شهر رمضان وليالي شهر رمضان هو الذي أعلم هو أعلم الناس بالحقيقة الرمضانية والنبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم عرف لنا شهر رمضان من خلال الخطبة الخطبة المحمدية المعروفة فعلينا أن نقرأ هذه الكلمات أن نتماعن فيها نتدبر فيها حتى نتعرف على شهر الله عز وجل وبالتالي حينئذ يمكن لنا أن نستقبل هذا الشهر لا نستقبله بأنه ضيف ثقيل فيه جوع وعطش بل نستقبله بأن حتى في جوعه وعطشه مصلحة للإنسان حتى في جوعه وعطشه فيه بركة للإنسان لأنه في جوعنا وعطشنا نذكر جوع وعطش يوم القيامة فشهر رمضان هو مدرسة أخلاقية مدرسة تربوية هو رحلة تربوية مع الله عز وجل وبالتالي لا نستقبله بأنه هو جوع وعطش وتعب ومشقة بل التعب في شهر رمضان هي حلاوة فيها تلذذ معنوي وروحي المشقة في شهر رمضان حينئذ نفهمها على ضوء هذه الخطبة المشقة في شهر رمضان نفهمها بأنها قربة إلى الله عز وجل لا يمكن أن نحصل عليها في غيره من الشهور الجوع في شهر رمضان نفهمه بالطريقة الصحيحة بأنه نذكر بجوعنا جوع الأيتام جوع الفقراء والمسكين فنتحنن عليهم فمن أراد أن يعرف شهر رمضان لا يمكن أن يعرف الحقيقة الرمضانية إلا من خلال الخطبة المحمدية الشريفة فأنا أدعو الإخوة والأخوات المشاهدين الأعزاء لمطالعة هذه الخطبة الرمضانية المحمدية لو يتمعنوا بها ويدققوا في مضامينها الشريفة حتى نتعرف على شهر رمضان وبالتالي نستقبل شهر شهر الله عز وجل نستقبله كما ينبغي بنا المستقبل اشتركوا في القناة